أعيز أقول لكم شوية حاجات كده تخص نادي الزمالك تخص نادي الزمالك على مسؤوليتي الشخصية على مسؤوليتي الشخصية الزمالك ما بيفوتش حد خلاص يعني إيه بقى؟ يعني إيه دي؟ يعني الزمالك خلص كل صفقاته وأتحداكه أتحداكه لو أمير المرتضى منصور قعد دلوقتي مع واحد أو في دلوقتي حديث مع حد الزمالك خلص كل صفقاته واحد يقول لي إيه؟ لا استنى بس استنى مسؤولي مرتضى كان بيكلم رئيس النادي الفلاني وأعب معاه في تخليص أمور مادية ممكن يعني إيه لتنين؟ يعني أنا ممكن أخلص مع اللعب وأخذ توقيع اللعب واتفق معاه واتفق مع النادي لأن الزمالك بيخش دائما من الباب دي نقطة برضو مهمة ميزة كبيرة في نادي الزمالك يعني ميزة كبيرة في نادي الزمالك إن مرتضى منصور بيخش على رئيس النادي ما بيخشش خناءة يعني مش اللعيب ونشوفها عايز كده ما عايز كده أخذ اللعيب الفلاني الأمور علاقات طيبة أخش على رئيس النادي زي ما كان معايا كده وقصة زي ما رئيس نادي أمبي قال لأنا عارف إن الزمالك قاعد مع فلاني وسمعت إن الزمالك مضى فلاني وسمعت إن كده معنى كده إن هو مدي أبروفل للزمالك أو الآلي وقاعد مستني التفاوض اللعيب مضى معك تمام انت حجزت ليك ولكن ده ليس لا قيمة له على رأيك أبت المتحة شلبي يعني ليس لا قيمة له طول ما أنا موافقتي عشان عارف إن أنت مضيت بس أنت جاي تتفاوض معاي في الفلوس لكن كتفاوض وكلام ومين ومضى والعقود خلاص القصة خلست ومن بدري القصة خلست ومن بدري و ممكن يكون كمان أمير مرتضى معاه فائد يعني بالبلد كده معاه ويزيد يعني إيه يعني أنا حاطت اختيار أول وتاني ومضي متفق مع عدد من اللعيبة ده المرة واحد ده اتنين ده واحد ده اتنين وبتفاوض بعد كده بقى غناوة مع لاعب مثل فأوما أنا دخل معنا دي أقوله طب أنا عندي فلان الفلاني فلان ده أنا مضي مش معايا في الملعب بقى ببدي الورق فلنا مضيتهم بقى لاعيب بتاعي خلاص بقى بتاعي وده وارد إذن الزمالك عمل الموسم الأكثر هدوءا في الانتقالات الموسم الأكثر هدوءا في الانتقالات طيب ما يخص الفلوس إدارة الزمالك عملت الموسم الأرخص في الانتقالات سقف وأرقام هادية جدا 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 والغالي الغالي كل سنة وانت طيب مش عايزين كان عندنا وخلص ليه الزمالك مش عايز يفك فرقة واحد يقول لي الكلام ده ينطبك على الأجانب أقوله الأجانب مليش دعوة بيهم الأجانب دايما كسة مختلفة بس برضو في الأجانب عدد كبير منهم فري فالأمور هنا مختلفة الأمور هنا مختلفة الزمالك بيبني بشكل مصبوط بيبني بفلوس أقدر أتفحها بيبني بفلوس ما تفكش فرقة بيبني بفلوس سنة الجامعة ما تقوليش أنا عايز عشرين وخمستاشر رص رصته بدري بدري وخلص أموره على احتياجاته مفيش ولا اخناء السنة دي ما بين الأهل والزمالك مفيش ولا اخناء السنة دي ما بين الأهل والزمالك طيب الزمالك دلوقتي بيعمل إيه الزمالك دلوقتي بيعمل إيه الزمالك بقى عكس الموضوع مع البضاعة مع البضاعة والأندية دلوقتي بيجي له عايز يعاره تفضل بكام عايز ده بيع نهائي اتفضل بكام انا عندي وزيد حكتي خلاص موجودة عندي مضيت والعبتي جبتوهم والاجانب جبتوهم والناشين بتويا عندي وكله تمام في اللحظات الاخيرة فردة تقيلة جاية بسعر احناين اتفضل خش بيتك ومطرحك اتفضل خش بيتك ومطرحك في حراسة المرمة في حراسة المرمة الزمالك ممكن يكون بيفاوض محمود جاد ممكن يكون بيتكلم مع محمود جاد وارد بس خده دي بقى الزمالك خلص حراس مرمة خلاص يعني ايه يعني انا خلصت وقارن انا خلصت واشوف الافضل عشان كده الزمالك بيرس رصة كبيرة بيرس رصة يعني ممكن في الاخر رصة دي تترس رصة تقيلة لان خلاص انا احتياجاتي معايا باسعار هادية جدا وباسعار عقلانية جدا باسعار هادية جدا وباسعار عقلانية جدا وده المهم ان انت ما تفكش فرقة الزمالك راح مشوار يوم تسعة اللي هياخده الفلوس اللي هياخدها كلها اللعيبة يطلعوا 25 مليون 30 مليون 35 مليون اطلعوا ايزا ما يطلعوا المشهر مطلعه قرر ان الفلوس دي كلها هتتوزع على اللعيبة اذا اللعيبة الزمالك السنة دي مكافئة كاس مكافئة دوري ماتش سوبر مصري سعودي مكافئة سوبر لسه راحين لسوبر مصري كاس لسه في الملعب يعني ارقام الحقيقة يعني كبيرة ارقام جيدة جدا اللعيبنا دي الزمالك وهي ارقام الحقيقة يعني مستحقة الموسم ده الموسم ده هل في مفاجآت اه في مفاجآت نمنى مبارح صحينة مالي ناس وارش نمنى صحينة حطيه الطرق العشري في حتة تانية صحيت ملايتوش علاء عبد العال هبط مع استرين كومبوني صحيت ملايتوش كابتن حسام حسن مع المصري صحيت ملايتوش كابتن محمد عمر كنت تعارف انه حصحى مالك مش حلقيه انا كنت تعارف كده مع وجود مفاجآة تانية تاكيجونياس مع بيرامدز كله توقع الرحيل تجديد ثلاث سنين ووجهة نظر ادارة تحترم فاركو نونو المدى مكمل معاهم ردش حاتة مع الدخلية احمد ايوب مع حرس الحدود ربيع ياسين مع اسوان وكابتن ربيع عامل تحضيره يعني كبيرة هناك مع اسوان والاسماعيلي ينتظر مدير فني اجنبي والاتحاد ينتظر مدير فني اجنبي والمصري ينتظر مدير فني اجنبي وخالق جلال بيجدد البنك الاهلي ويستحق وعلي ماهر مكمل مع فيوتشر وفريرا مكمل مع الزمالكة وعلى عبد العل راح طلاعي الجيش اه دي الرصة هي الجديدة الموسم الجاي ممكن يكون الموسم الاكبر للادارات الفنية المكسب الكبير للمقولين في شوق غريب وجهازه عدى بيهم لبر الامان وموداهم مصطفى عبدو حيكمل مع المحال لو لا لا حنشوف الوضع عامل ازاي ولكن التحركات سريعة جدا في 24 ساعة واحد يقول لي يعني بدري يا قوي يقلص الدوري طاقة على تقوله لا دي قرارات صح مش صح ان الناس اللي مشت الناس اللي مشت فيها قسامي كبيرة جدا وفيها قسامي يعني كنت افضل استمرارها واجهزة فنية كبيرة ولكن الادارة اللي اخدت القرار ده خلاص عايزة تشتري فلازم تجيب مدير فني وتقرر وهو اللي يشتري عشان ياخد فترة الاعداد وياخد وياخد ويبقى موسم جايب بالنسباله فده قرار مصبوط بدل ما مدير فني يقعد 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 وزي ما كنا بنشوف قبل الدوري الممتاز يقوله شكرا حركة كانت غريبة جدا حركة الحياة كنت باستغربها بشكل كبير